حرب السودان تستعر، غموض في الميدان، صراع على مقر قيادة الجيش ومئات القتل والجرحة، تصال سعودي مع البرهان وحميته، القاهرة وجوبة عرضان الوساطة بالعريض على أولى الشرق الأوسط اليوم حمام الدم يتواصل في السودان، تكتب القدس العربي، لعبة كسر عظم يعانو الموقع المدن، المحظور وقع بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حمدان دجلو حميتي، ووصلت الأمور إلى نقطة لاعودة سيناريوات التعامل مع أزمة الجنود المصريين المحتجزين في السودان، العرب الجديد تحدثت عن تباين في التقديرات المصرية بشأن التعامل مع الأزمة هذه ففي حين يرى فريق ضرورة التعامل بحزم مع الأزمة والتدخل بشكل حازم وعاجل لتحرير الجنود، يرى فريق آخر أنه لا داعي لتصعيد الموقف مفضلاً اتباع الطرق الديبلوماسية، لسيما وأن الجنود كانوا في مهمة سلمية ووجودهم في السودان شرعي المغرب يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف الحوار في السودان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول الوضع في السودان أن المغرب يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في السودان ويحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الإعلان عن وقف فوري للاشتباكات تزامنا مع أحداث العنف، سفارة المغرب بالخرطوم تتواصل مع الجالية الأحداث المغربية تكتب قائلة أن السفارة عملت على مد المواطنين المغاربة بالمعلومات الضرورية لتقديم الخدمات الكفيلة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان ترجمة نانسي قنقر